اسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين رسالة القديس يعقوب اصحح 3 من اية 13 لغاية اخر الاصحح بركاته فلتكن معنا امين من هو حكيم وعالم بينكم فليري اعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة ولكن ان كان لكم غير مرة وتحذب في قلوبكم فلا تفتخروا وتجذبوا على الحق ليست هذه الحكمة نازلة من فوق بل هي ارضية نفسانية شيطانية لانه حيث الغير والتحذب هناك التشويش وكل امر الرديد اما الحكمة التي من فوق فهي اولا طاهرة ثانيا مسالمة ثالثا مترفقة رابعا مزعنة خامسا مملوء رحمة سادسا أسمار صلاحة سابعا عديمة الريب والرياء وسمر البر يزرح في السلام من الذين يفعلون السلام لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم والصبح لإلهنا دائما أبديا أمين المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اللسان وقلنا ان اللسان عامل زي دفة المركب المركب كبيرة وضخمة والدفة صغيرة لكن هي اللي بتحركها يمين وشمال وقلنا ان اللسان ما يطوعش ما حدش يقدر يطوعه وقريت حاجة عن أحمس الأول ملك فرعوني من ملوك مصر فبيقوله بعد زبيحة لرئيس كهنة الفرعنة الأوسان وقال له قدم الزبيحة دي باسمي وبعت لي من الزبيحة أحسن حتة وأردأ حتة فرح بعت له اللسان قال له ايه ده قال له ده أحسن حتة وده أردأ حتة لأن اللسان به نبارك الله وبه نلعن الإنسان الذي خلق على سورة الله النهار ده هناخد موضوع تاني حلو جدا الحكمة الأرضية والحكمة السماوية فيه حكمة أرضية أيوة من اللي بيقوله الشيطان الشيطان حكيم أيوة حكيم جدا ولما سقط ربنا ما سحبش منه الحكمة بس الحكيم لما يسقط تتحول حكمته إلى دهاء وإلى ضياع عشان كده هيتكلم عن النحيتين فبيبدأ بالكلام من هو حكيم وعالم بينكم خلي بالكم كلمة حكيم وعالم يعني عنده معرفة لأن الحكمة إن لم تسقل بالمعرفة مش هتنمو ولا تصل بالإنسان يكفي إن فيه آية في الكتاب المقدس بتقول شعبي هلك لعدم المعرفة عدم المعرفة المعرفة الأرضية معرفة عقلانية والمعرفة السماوية معرفة قلبية ليه الكتاب المقدس قال إن محبة العالم عداوة لله لا مش محبة الماد محبة العالم عداوة لله ما معنى كلمة عداوة عداوة يعني ضد ضد الله وفعلا عنوان حكمة العالم اثبت نفسك اثبت ذاتك اثبت وجودك وحكمة الله انكر نفسك وانكر ذاتك وانكر وجودك هذه الفرق بالاتنين والاتنين ضد بعض فبيبدأ بكلمة من هو حكيم وعامل بينكم فليوري اعماله بالتصرف الحسن خلي بالكم مش بالتصرف الصالح او التصرف الخيري لا التصرف الحسن يعني ايه يعني التصرف اللي يستحسنوا الله مش التصرف اللي انت تستحسنه وسبق ان انا قلتلكم في موضوع اخر ان فيه امور تبدو للانسان خيره وربنا ما يستحسنهاش وفيه امور تبدو للانسان غير خيره وربنا يستحسنها وضربناها بالنسبة لابراهيم في الاصحاح الاول عن الاعمال وبالنسبة الرحاب وقلنا لو كان ابراهيم في الزمن بتاعنا وريح يقدم ابنه ويحطوه في مستشفى امراض عقلية ورحاب اللي خانت وطنها وخبت الجواسيس دي تاخد اعدام ده بحسب فكر العالم لكن بحسب فكر الله استحسن تصرف رحابه واستحسن تصرف ابراهيم لماذا؟ لان ابراهيم قعد مئة سنة من غير ناس تصور لما واحد يقعد سنين طويلة ما معاهش اولاده ويددي له ولد ده يبقى روحه فيه قلبه فيه انا متصور لي لو ربنا ظهر لأي حد فينا وقال له انا هاخد ابنك انا اللي هاخده يقول له انا مش هعبدك تانيش ولا همشي في سكتك لكن ده بيقول له خد ابنك اتبحه فكان ايمان وكان ثقة ان حتى لو مات الواد اللي جه من مستودع ميت ربنا هيقيمه نذهب ونسجد ونرجع اليكما ايضا رحاب كانت في مدينة ليها صور الصور ده ما يوقعوش غير قنبلة زرية ارتفاع اتناشر متر عرض الحيد بالحجارة تلاتة متر تمشي عليها عربية حجارة دخمة مبنية على صخرة مبنية مدينة قريحة على صخرة وكل الاسلحة اللي معي شوع اسلحة معمولة من الصوان عاملين سيوف وسككين من الصوان تعمل ايه دي كلها ولكن هي حست ان امام الله ما فيش اسور هتقع هتقف قدامه اسف وقالت لما سمعنا ما سمع ما صنع الهكم بالمصريين زابت قلوبنا في داخلنا عشان كده هنا لما بنيني نقول التصرف الحسن مش التصرف اللي انت تستحسنه اللي ربنا بيستحسنه داود لما قال ابن بيت للرب ربنا ما استحسنوش قال له اذكر ان من المربض من وسط البهايم اخدتك انت ليه لقالت ابني ليه البيت طب واحد عايز يبني بيت ربنا دا بيقوله اللي يبني بيت لربنا يدي له بيت في الجنة وداود يقوله عايز ابني بيت للرب ويقوله انا جايبك من وسط البهايم اتاري داود الهاب كبرياء ما يصحش ان ربنا يبقى ساكن في خيمة وانا ساكن في بيت من الارض عايز ارفع من مستوى ربنا المستوية ياه انت نسيكت اصلك كنت ايه انت عايز ترفع من مستوية لا ما ينفعش ثم انك رجل دماء فيه دم في ايدك وداود مزعلش وقبل بس عتب ربنا عتاب بسيط وقال له يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي ولم اسلك في العظائم ولا العجائب التي فوقي يعني انا بتبل عليك يا دود لا ان كنت لم اتضع في الموضوع ده انا ما اتضعتش احسبني مثل الفطيم من اللبن على امه عملني كأن انا مفتوم عشان كده التصرف الحسن في وداعة الحكمة ما الفرق بين التواضع والوداعة التواضع يخليك تغفر الاساءة الانسان المتواضع لما حد يغلط في حقه يغفر له لان الذات عنده حطتها طحت انت جيت لربنا وانكرت ذاتك على رأي واحد من الاباء كان يقول جملة حلوة هو في السمة دلوقت كان يقول اللي ينام على الحصير ما يقعش لكن اللي ينام على السرير يقع يعني انا نايم على حصير وفضلت تزقن 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 لغاية ما طلعت برا الحصير برضو مش هقع لكن اللي بيرتفافع ويتعالى هو ده اللي بيقع فالتواضع السمة بتاعته انك تغفر للأسائلك اما الوداع انك انت ما تسقش الحد يعني عكسية ما تجرحش شعور حد عشان كده المسيح يسوع كان فيه الصفتين تعلموا مني وعلى فكرة جاب الوداع قبل التواضع قال لأني وديع ومتواضع ما أسقش الحد هجيب لكم مسالين اتنين في انه ما أسقش الحد الوداع اول مثل جولوا اتنين من تلاميذ يحنى وقالوا له يحنى بعثنا برسالة انت هو ولا ننتظر أم ننتظر آخر لألهم روحوا قولوا اليوحنى بطل الشك ولا قال حاجة بكل بساطة قالوا روحوا بلغوا اليوحنى من التكوين لملاخي محد فتح أعمى خالص وكانوا بيسألوا اليهود ما معنى تفتح الأعمى ما حصلتش معجزة فيه إقامة موتى فيه إقامة موتى فيه شفاء أمراض فيه شفاء برس فيه شفاء برس زي نعمان السورياني إقامة موتى زي ابن الشنامية وابن أرمال صيدون فداود الروح القدس كتب على لسانه في أحد المزامير الرب يفتح أعين العميان يعني معجزة تفتيح الأعين دي ما يقومش بيها غير الرب هو اللي ينور بل هو اللي يصنع العين من الطين هو ده المرسل عشان كده قاله روح اختسل في بركة ايه سلوام التي معنها ايه مرسل روح وقلوا اليوحن كده بس ما تضايقش بالعكس هم مشوا والتانيين قعدوا ايه ما زالوا فرحنين قال لهم انتوا عارفين يوحن ده ايه ده أعظم موليد النساء ياه بيقولك انت هو ولا انتظر اخر وتقول ماذا خرجتم لتنظره في البرية انت تفتكر ان يوحن دي قصب بتحرك الريح ايو ايو لا لا يمين يمين شمال شمال النبي اقول لكم واعظم من نبي دفاع ما يجرح مرة تاني في الهيكل قالوا له ايه هلم نقل انك سامري وبك شيطان عارفين يعني سامري ولا لا امه اسرائيلية ما هم عارفين ان امه من صبت يهوزة تلاقى هرحت السامرة وزنت مع راجل وابوه اساسا سامري مش ممكن يكون الراجل ده ابوه يهودي يعني جاي بابن زنا ادي معنى كلمة سامري ومش بابن زنا وبس لا ورقبه شيطان قلم نقل انك سامري وبك شيطان يقولهم انا ليس بي شيطان طب ما قلتش ليه انا مش سامري قال احسن واحد يكون قاعد من اللي قاعدين من السامريين يقول ده بيتبرق مننا وانا هتبرق منهم ليه وديع من هو حكيم وعالم بينكم فليري اعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة يبقى الحكمة قمة الوداع وانهى حياته بكلمة في يديك استودع روحي وهو الحكمة نفسها وهو الفهم نفسه طيب نشوف الحكمة الارضية ان كان لكم غيرة مرة اصلي فيه غيرة حلوة فيه حاجة اسمها الغيرة المقدسة اللي هي ايه حسنة هي الغيرة في الحسنة يعني انا لما لاقي واحد بيصلي وغير منه وصلي زيه دي غيرة حسنة واحد بيقرى الكتاب المقدس وانا غير منه واقرى الكتاب المقدس ده غيرة حسنة عشان كده يقولك حسنة هي الغيرة في الحسنة في الحاجات الحلوة لكن الغيرة المرة بيتبعها التحذب ايه هو التحذب التعصب مين هو المتعصب اللي حطت على وش عصابة مش شايف غير فكرو مش شايف فكري غيره ده حتى ما بيديش لغيره ان يوضح له رأيه لا ده رأيه بس ده رأيه بس في ناس يفتكروا لك انا متعصب متعصب يعني حطت عصابة على عينيك يعني مش شايف غير اللي انت شايفه بس ده التحذب لا ربنا ادلك عقل تفكر فيه تفكر بيه وتناقش الامور ان كان لكم غير مرة وتحذب في قلوبكم جواكم شمعنا في القلب لان انت نشأت على كده وما عندكش استعداد انك تتغير للصالح ابدا ان كان ان كان لكم غير مرة وتحذب في قلوبكم ودي الزات الظاهرة الواضحة فلا تفتخروا وتجذبوا على الحق اصل اصل اللي عنده غيرة وعايز يثبت مرة يبتدي يفتخر ويعمله ويجذب على الحق ايه هو الحق روح الله هو الحق كلمة الله هي الحق كلامك هو حق يبقى روح الله حق كلام الله هو حق حتى سر التناول اسمه جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق ايه معنى كلمة لا تفتخروا لا تفتخروا وتجذبوا على الحق يعني اجذب اصل ربنا بعتلي الامكانيات بعتلي الروح القدس وبعتلي كلمة الله وبعتلي الخدام وبعتلي الكنيسة وبعتلي حاجات ده كلها وانا ابتدي افتخر وماقولش ان حاجة من ده كله هي اللي كونتني لا انا اللي كونت نفسي فيه اية الها بولوس الرسول ان كنت قد اخست لماذا تفتخر كأنك لم تأخذ بتفتخر كأنك مخدتش المسيح لما جي جي يعمل ايه جي عشان ياخد كل اللي ليك جاي ياخد خطيتك وجاي ياخد تأديبك بدالك تأديب سلامنا عليه ايه وجاي تجذب على الحق وتبين انك انت وانت 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 وعملت وعملت نسبت المجد نفسك ونسبت ان لو لانت وعقلك وفهمك ما كنتش عشت خالص وانت ليست هذه الحكمة نازلة من فوق ام الحكمة ايه تلات حاجات ارضية نفسانية شيطانية ايه هي الحكمة الارضية الحكمة الارضية بقانون الارض لكل فعل رد فعل مش ده الارض اللي انت اتخذت منها تحبني احبك تكرهني اكرهك تضربني الم اضربك الم تخلع لعيني اخلع لك عينك تخلع لسنتي اخلع لك سنتك عين بعين وسن بسن وده اللي قال موسى لان ما كانوش خد الروح القدس فناس ارضيين ما يقدرش الله يديهم قوانين اعلى من الارض ارضية الارضية يبقى فيه رد فعل رد الفعل مضاد طب والسماوية تقول لي ما شفتش السماء انا شفتها من تحت انت اه نعم لانا ولانتو طلعنا السماء بس شايفينها منين من تحت قانونها ايه يشرق بشمسه على الاشرار والابرار وبينزل مطره على الصالحين والطالحين ده من تحت بس فوق انا مش اقدر اقول حاج ما لم تره عين يبقى اذا هنا لما يجي يقول لك ارضية يعني الافكار بتاعتها اتنين ضدوا بعض عشان كده هيجي واحد يقول لك ما انضربك على خدك الايمان حول لو لقي اعم انا هبقى ملطشة للناس ده انا لو مشيت بفكر الارض مين اللي هيتعب ها نفسي ما هكده ارضية نفسانية شيطانية عن الشيطان بيزود يأكدلي الاولانية عايز رد الفعل لو مديتش رد الفعل نفسية تتعب واقول ايه النهاردة سكتله بكرة هيركب ويدلد الرجلي لازم اوقف عند حده والشيطان يقول ليك حق خد حقك ادي الحكمة الارضية النفسانية الشيطانية لانه حيث الغيرة والتحذب الاتنين مع بعض هناك التشويش وكل امر رديد كلمة التشويش يعني عدم ارتياح مش شاعر باستراحة مش شاعر بسلام كل حاجة ملخبطة لا مرتاح في نومك ولا مرتاح في صحيانك ولا مرتاح في شغلك ولا مرتاح في بيتك ولا مرتاح في اي حاجة مع انه هو بيقول تعالوا الي وانا اريحكم انا اللي عايز اريحكم غيرة وتحذب الاتنين مع بعض يعني شوفوا الارضية اتقابلت زبيحة هبيل ما تقابلتش زبيحة قين طب يا قين اسهب العقل هو ليه ربنا قبل تقدمت اخوك وما قبلش تقدمتك انا قدمت سمر وتقريبا ربنا ما بيحبش السمر اخوي قبم ذبيحة قبلت طب ايه رأيك يا واد اعمل زي اخوك وهد دبيحة وقبلها هتتقابل ولا لا تتقابل ان احسنت افلا رفع هتترفع دبيحتك لا انا الكبير اتعلم من الصغير ليه يعني لا ده الصغير مايعيش وعند الباب خطية رابضة وليك اشتياقها ارجع يا قيين وراح اصطلح مع اخو اتاري على غدر غيرة جاب التحذب والتحذب في اللغة اليونانية مكتوبة بالضبط كده حسد 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 احنا لا نؤمن بالحسد بتاع العين لكن نؤمن بالحسد ان لما واحد يحسد واحد يدبر له مقلب زي ما بيقول كده استفنوس سفر الاعمال سبعة حسد الاباء يوسف فبعوه الى ارض مصر هناك التشويش وكل امره الردي اما الحكمة التي من فوق وده اللي هركز عليها شوية سبع صفات للحكمة السماوية اولا طاهرة في الترجمة بتاعت كينج جيمز الانجليزية هي يمكن تعتبر ادق ترجمة من اليوناني كتب كلمة طاهرة بيور عارفين بيور يعني ايه يعني صافي حاجة بيور ما فيش اي شوائب ما فيش اي شوائب هي طاهرة ما فيش شوائب والشوائب دمين من اللي بنخزنه ضد الناس ده منساش ان قال كذا ونساش ان ده جرحنه ونساش ان ده يا سلام ده بصلي بصة مش هي لا دي طاهرة طاهرة لان ان كل شيء طاهر للطاهرين مرة مرة الان بابيه من الاستاذ كمال حبيب كان ماشي مع ابونا مخيل ابراهيد وهو ماشي معاه العيال طلعوا خدهم بزفة يا اسيس يا اسيس وعدوا يشتموا وبعدين الاستاذ كمال حبيب قال له بس يا ابن انت هو امشي قال له بتشغط فيهم ليه دول فرحنين بينا دول بيرحبوا بينا ليه تزعلهم قال له دول بيشتم وقال له حتى مدام فرحنين يهم ان ربنا يحسب ان احنا لما جينا فرحناهم ايه ده ايه ده رغم ان بيتشتموا عملها المسيح يسوع يقول الكثيرين من اليهود تركوه وقالوا عنه انه ايه مختل العقل كان رد فعله ايه احمدك ايها الاب لانك اخفيتها عن الحكماء والفهماء واعلنتها للاطفال والرضع انا بحمدك انا بشكرك يبقى نمر طاهرة نمر اتنين مسالمة ما تحبش الخصام تحب السلام كل الامور اللي بتدعو للخصام بطلها اتكلم الكلام الحلو نمر ثلاثة مترفقة يعني مترفقة يعني احنا مع الخلطان اترفق تقول لي طب ازاي اترفق حط نفسك مكانه اللي قدامك الغلطان ده واللي احنا عايزين نقطع في جتته لو كنت انت كنت تتمنى ايه ان حد يدفع عنك حتى وانت غلطان حد يدفع عنك ما تريد ان يفعل الناس بكم افعلوا بهم انتم ايضا هكذا ادي مترفقة مزعنة يعني مزعنة يعني ما تاخدش رأس الهوى والطير ركز في انك تستمع للنهاية في واحد تيجي تقول له حاجة يروح طايش فيك لكن مزعنة يعني ربنا خلق لك بق واحد وادنين يعني تسمع قد مقبل ما تتكلم مرتين اسمع الكلام شوف النتيجة شوف النهاية يا مساعات بنسمع حاجات وناخد من طرف واحد ونبني عليها قراراتنا يا حبيبي اسمع الطرف التاني خلي عندك الازعان يعني التركيز ركز في الحاجة قبل ما تاخد خطوة وقبل ما تقول كلام تندم عليه مملوء رحمة رحمة دي ما تجيش غير إلا زكان يسوع يعيش في وحد بيقول لي في غلطة معتلي سؤال فبيقول لي في غلطة وقعت فيها مرة واثنين وثلاثة ربنا مش هيزعل مني في ده كله قلت له إذا كان ربنا قال لبطرس لما يغلط فيك أخوك في اليوم سمحوا سبعة في سبعين يعني ربعمية وتسعين مرة يغلط في أخويا وأنا أغفرله يبقى أنا يا أبو قلب صغير أغفر ربعمية وتسعين أم الأبو قلب كبير ده هيغفر قد إيه ده بيقول من يقبل إلي لا أخرجه خارجا مليان رحمة فيش أكتر من رحمة أكتر كلمة حاجة اتكلم فيها ضد ورشاليم أشعية واحد اقروها صلاتكم مكرهة لي صمكم مش عايزوا كرهت العبادة بتاعتكم كرهت الزبايح بتاعتكم وربنا خلاص كأنه نفض إيده من نير من ده كله وهي في الآخر يقول إيه هلما نتحاجج يقول الرب تحاجج فيه منت خلاص رفضت كل اللي بنعمله ألا إن كانت خطياكم كالقرمز طبيض كالسلج أصلا قلب أب لا قلب أم لا أعظم من قلب الأم حنية كبيرة عشان كده يقولك مملوء رحمة أكتر حاجة فرحتني بكلمة ربنا لما تقابلت مع الأنب شنودة قسكو في التعليم فيه منفلوت وكان في الستينات ووعز عزة حبابت نفربنا بطريقة عجيبة داود قال جملة وهو قعد الساعة كل هيتكلم عن الجملة دي أسقط في يد الله ولا أسقط في يد إنسان لأن مراحم الرب واسعة لما عرض عليه ثلاث حاجات قال لا إيد ربنا دي فوق كل حاجة أسقط في يد الله سقطت في يد الله وهي في ذات الفعل من منكم بلا خطية يرميها بأول حجر وكلهم انسحبوا والمفروض اللي يمسك الحجر هو لأن هو الوحيد اللي بلا خطية أما دانك أحد قالت له لا بس انت الوحيد اللي مفروض تديني وتمسك حجر وتكسر رأسي في اللي أنا عملته هلا ولا أنا أدينك أنا هقدان بذلك هاخذ الدينونة بتحتك بعد ما مشيت جم ورفعوا عليه الحجارة اللي كانوا رفعينها عليها أخذ اللي لنا وعطانا اللي مملوء رحمة وأسمارا صالحة ايه معنى كلمة صالحة ده انتو كلكم بتعرف ال اكس باير تشتري حاجة تشوف لك سباير بتاعها كل حاجة لها صلاحية لكن صلاحية مستديمة لا عشان كده تجيب دواء تقول تاريخ الصلاحية امتى تجيب فاكهة تجيب لبن تجيب اي حاجة تشوف تاريخ الصلاحية حتى الانسان ليه تاريخ صلاحية سبعين ومع القوة تمانين فما فوق حتى الانسان ليه درجة صلاحية لكن صالحة لا يوجد احد صالح غير الله يعني سمار السماوية سمار الروح القدس تمموا خلاص بخوف ورعدة يعني نعمل حاجة لان الروح هو اللي بيعمل فيكم الروح هو اللي بيشتغل السمر اللي طالع منك ده مش منك انت عبد بطال ده منه هو لان عمل برنا كخرقة الطامس اسمار صالحة اخر حاجة عديمة الريب والرياء حاجتين ريب يعني يرتاب ريب يعني يرتاب يعني يرتاب يعني يشك يعني يشك في حاجة كنت قلتها قبل كده برضو بس جات قدام دلوقت واحدة خلفت بنت وجوزها مات وهي سنها 22 سنة كرست حياتها لخدمة ربنا وهي على فراش الموت سن 82 سنة نايمة على فراش الموت فحفيتها بيقول لها يا تيتا قلت لنعم يا حبيب قال لها عشت حياتي كلها للمسيح والخدمة ربنا لو المسيح في الآخر ذولان لكن حرف واحد كلمة واحدة من كلام الله ليه ترتاب في ناس كده حياتها فاشك يا ترى أنا صلواتي صح يا ترى أنا قراءتي صح يا سيد انت اللي بتصحح لنفسك مرة واحدة جاي تقول لها صلاتي مش مقبولة قلت لها عرفت منين مش مقبولة قلت لها حسب كده قلت لها طب انت حاسة ان صلاتك مش مقبولة والمسيح يقول من يقبل إلي لا اخرجه خارج من فيكم الكداب انت ولا هو هو بيقول اللي يجيني مش هطلعه برة وانت بتقولي مش مقبولة يعني رفضني في واحد يمتحن ويصحح لنفسه الامتحان ما تخلوا تصرفاتكم تتصحح على دوق كلمة الله كلمة الله بتقول جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك وشفتوا اللص اليمين عديمة الريب فالريب ده الشك عكس الريب الرياء الرياء بقى اللي حاول يظهر غير ما يبطن يهموا رأي الناس فيه ومن جوه خراب زي الكتب والفرسين يبارك حياتنا ويمتعنا في الإيمان له كل مجدو وكرامة إلى الأبد أمين ترجمة نانسي قنقر